اشتركوا في القناة والضباط والافراد ومنتسبية المقاومة مهنيانياهم بالعيد الثانية والستين لثورة السادسة والعشرين من سبتمبر المجيدة واعياد الثورة اكتوبر ونوفمبر نقلا اليهم تحايا القيادة السياسية وتأكيده على ان الحكومة ستعمل على المزيد من الحلول العاجلة والاستراتيجية لتعزيز جاهزية قوات الجيش والمقاومة الشعبية الباسلة وصمودهم من جهته القى رئيس مجلس الوزراء كلمة امام المقاتلين معبرا عن اعتزازه واعضاء الحكومة كافة بما يسطره المرابطون الابطال في جبهات القتال لدفاع عن الوطن من ميليشيات الحوثي الارهابية عقد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة ومعه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك لقاءا موسعا مع المشايخ والاعيان والشخصيات الاجتماعية والوجاهات القبلية في محافظة مأرب وعدد من المحافظات اليمنية وناقش اللقاء دور ابناء قبائل محافظة مأرب وسكانها من احرار اليمن من كل المحافظات في الدفاع عن الثورة والجمهورية وحماية الثوابث والمكتسبات الوطنية ومقاومة ميليشيات الحوثي الانقلابية والتصدي لانقلابها الدموي على الدولة الشرعية منذ الوهلة الاولى للانقلاب منذ اكثر من عشر سنوات مؤكدا اهمية هذا الدور المحوري للقبيلة اليمنية وتأثيره في سير المعركة الوطنية التي يخوضها ابناء شعبنا اليمنى ضد ميليشيا التمرد والانقلاب الحوثية اختتمت ورشة في العاصمة الاردنية عمال حول سبل معالجة التحديات التمويلية التي تواجه السلطات المحلية في اليمن وتجيع الشراكات مع الجهات الفاعلة الدولية والقطاع الخاص التي نظمتها منظمة برجهوف الالمانية ومنتدى التنمية السياسية بالتنسيق مع وزارة الادارة المحلية وفي ختام الورشة اشاد الوزير الاغباري بالجهود المبذولة من قبل منظمة برجهوف الالمانية والشركاء المانحين وممثلية السلطات المحلية فيما يبدله من جهود وتوصيات وملاحظات لاحتياجات المحافظات والوحدات الادارية منوهان الى ان مخرجات الورشة ستكون في محمل الجد والاهمية لدى المانحين وممثلية المنظمات الدولية كونها اوضحت العديد من المعلومات والبيانات المتصلة بعمل السلطات المحلية واحتياجاتها والفرص الواعدة للاستثمار من قبل القطاع الخاص رحبت رابطة العالم الاسلامي باعلان المملكة العربية السعودية اطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين وذلك على هامش اعمال الاسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية وثمن الامين العام للرابطة الدكتور محمد العيسى الجهود الاستثنائية التي تبذلها المملكة العربية السعودية وما حققه حراكها المتواصل والفاعل حول العالم من تقدم تاريخي في حشد الشركاء الدوليين لدعم القضية الفلسطينية كما دعا العيسى جميع الدول الى الانضمام الى هذه المبادرة التي ستسم في الوصول الى سلام عادل وشامل تنعم به المنطقة وينعكس اثره الايجابي على العالم وفي الشأن الدولي تقدمت تسع نقابات دولية بشكوى رسمية ضد الاحتلال الاسرائيلي امام منظمة العمل الدولية نيابة عن نحو مئتي الف عامل فلسطيني وفقا لوكالة الاسوشياتات بيرس تطالب هذه الشكوى اسرائيل بدفع تعويضات لالاف العمال الفلسطينيين الذين لم يتلقوا اجورهم بعد السابع من اكتوبر تشرين الاول الماضي الشكوى تركز على الانتهاكات التي يعاني منها العمال الفلسطينيون بما في ذلك تأخير دفع الاجور والظروف القاسية التي يعملون تحتها حيث يعد هذا الاجراء خطوة مهمة في الضغط الدولي على اسرائيل لتحمل مسؤوليتها تجاه العمال الفلسطينيين خاصة في ظل الوضع المتدهور الذي يواجهه هؤلاء العمال نتيجة للسياسات الاسرائيلية ختام المجاز في امان الله اشتركوا في القناة